وإن كانت مؤقتة إلا أن إعلان قائد الجيش اللبناني وقف عمليات ترحيل السوريين يؤكد بلا أدنى شك أهمية تلاحم الشعب في وجه حكومات الميليشيا والاستبداد وقوة الإعلام وصوت السوريين الحر الذي صدرته أوريانت واستنفرت له كل كوادرها منذ بدء العملية هو تأكيد لإرادة الحياة وخلق الأمل من الصعوبات تصريح قائد الجيش جوزيف عون جاء خلال زيارة هيئة علماء المسلمين في لبنان لمكتبه حيث تم بحث ملف ترحيل اللاجئين السوريين وقدمت له ورقة عمل تضم مقترحات لحل الأزمة الحالية قائد الجيش العماد جوزيف عون وعد خلال زيارة الهيئة أنه سيعطي فرصة لقيام اللاجئين السوريين بتسوية أوراقهم القانونية كما عين ضابط اتصال لتبليغه بأي حالة تجاوز أو ترحيل تحصل وشدد على أهمية دور الهيئة في التواصل مع القاعدة الشعبية ونزع فتيل أي أسماء عون اعترف صراحة أن ترحيل أي لاجئ مسجل في مفوضية الأمم المتحدة مخالف للقوانين الدولية وهو مناقض لما كان يفعله جيشه في الآوينة الأخيرة من تضييق على السوريين وملاحقتهم الهيئة زارت أيضا مدير الأمن العام وبحثت معه نزع صفة اللاجئ عن كل من يدخل إلى سوريا ويعود منها كما وعد بتخفيف القيود والإجراءات التي تتطلب من النازح الحصول على الإقامة وتسهيل ذلك ما أمكن مصادر في لبنان أفادت لأوريانت بأن مخابرات الجيش اللبناني اعتقلت نحو أربعمائة سوريا خلال حملة دهم واعتقالات في مناطق لالة وبعلول والقرعون في البقاع الغربي تمهيدا لترحيلهم رغم كل التحذيرات المحلية والدولية من تعريض حياتهم للخطر حال ترحيلهم نحو ميليشيا أسد